يا صباح الفل على كل مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاهوة اخباركم هي كله تمام احنا فترة الفاتح تأخرنا عليكم شوية بس عشان كنا بنجهز للجزء التاني من برنامج كنا حابين نطلب حاجة كويسة حاجة تناسب عقلية المشاهد وعقلية المواطن المصري النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيكون معنا كذا فقرة بس بداية من قبل ما ندخل فقراتنا حبيتها دردش معاكم في حاجة مهمة جدا كان من ملاحظ ان هي منتشرة شوية في المجتمع المصري في الفترة الاخيرة العنصرية العنصرية دي حاجة ما كانتش موجودة اساسا عندنا اصلا العنصرية دي كنا بنسمع عليها في الافلام الامريكية وفي الافلام الاجنبية وفي البلاد العربية كانتش موجودة عندنا في مصر العنصرية موجودة عندنا بس بشكل مختلف شوية بمعنى ان احنا محدش عاجبه حد او بمعنى صح لو انا وانت عادي مع بعض كده بنتكلم وانا شاي يعني حاسس انك انت مثلا فيك حاجة كويسة هقول عليك يا عم ده حد متكبر شوية طيب اتكلمنا كلمتين كويسين فيهم شوية ثقافة يقول لك ده شايف نفسه طيب دخلنا مكان والراجل بيتعامل باسلوب كويس ده متأنزح ده متكبر تمام شوفنا حد لابس لبسه كويس محترم وقال لك لا لا ده شايف نفسه حد تاني لابس على قده يقول لك ده تعبان وغلبان وكحيان وحاجات كده كتير العنصرية بالمسمى بتاعها او الاكسبريشن بتاعها او حتى انا بتكلم دلوقتي قلت مسترحي او لك بتفضل هو بيتأنزح علينا بيقول كلمتين كده وخلاصي هي دي العنصرية بجد العنصرية ان احنا لازم ننتقد النقد ده سواء نقد بناء او نقد عادي يعني النقد البناء ده انا قصد اصلح فيك حاجة قصد اصلح فيك حاجة لكن النقد الهدام بقى ان انت ممكن تكون حد كويس جدا وتمام وما فيكش بص يعني طالع كده زي الكتاب ما بيقول برضو هنطلع فيك عيوب دي العنصرية مش دايما النقد بيجيب نتيجة انصحني لو لقيت فيه عيب انصحني لو لقيت فيه خطأ تنصحني لو لقيت فيه مشكلة ممكن تأثر فيه على المدى لكن ما تنتقدنيش لمجرد ان انا ليه اسلوب معين في حياتي طالما اسلوبي وطريقتي ما بيأثرش عليك انت بالسلب يبقى دي خلاص دي حاجة انت ملكش علاقة بيها الناس بتتعلم وبتجتهد وبتسعى وبتقرى وبتطلع عشان تنفع نفسها واخد بالك لكن ما ينفعش ان احنا ننتقد حد متعلم حد بيجتهد حد بيسلوك طريق معين بطريقة معينة ممكن تكون مختلفة شوية عن النهج الطبيعي التقليدي الروتيني اللي شغالين بيه تمام فالفكرة كلها ان احنا كل ما يكون النقد بتاعنا موجه بشكل بشكل يعدل فيها حاجات اه 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 نسال لكن ما ينفعش بنت ماشية في الشارع محجبة ايه دي بنت ماشية في الشارع ممكن تكون بشعرها وبتق تشايفة نفسها بنت لابسة كويس نقول عليها ده متكبرة وعايزة اه عجبة نفسها بنت اه على قدها تقول ده ما ينفعش احنا ما يعجبناش العجب احنا كمجتمع لأسف ما يعجبناش العجب الفكرة كلها ان احنا لازم يكون عندنا من الوعي في النقد من الوعي في النقد العنصرية كنا بنسمع عنها في الامفلام الامريكية البيض والسود والحاجات اللي بتحصل والغاية دلوقتي لكن كون ان احنا نشوفها هنا في المجتمع المصري بالوضع اللي احنا شايفينه اصله عنصرية زيها زي بتساوي ايه اول التنمر 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 العنصرية تساوي التنمر انا بتنمر عليك كصفة معينة فيك بتنمر عليك بطريقة معينة ولاد بيدربوا بعض في مدارس ده تنمر حد بالتاري على حد تنمر حد بيسعى انه هو يعرق المسيرة حد التنمر التنمر والعنصرية تقريبا خوات بس مش هوها يعني فلازم نخلي بالنا من القصة دي عشان حاجة مهمة جدا 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 في المجتمع المصري لازم تتعدل العنصرية دي لو صارت فينا وانتشرت هتعمل مشكلة كبيرة جدا عموما انا حبيت ادردش معكم في الصفة دي في بداية حلقتنا هنطلع فاصل ونرجع عشان نشوف اهم واخر المسجدات الاخبارية خليكم معنا وارجع نانكم تانا عزار المشاهدين عشان نبدأ اولى حلقاتنا اولى فقراتنا النهاردة في البرنامج ومعنا الاستاذة هيب حسين صحفية بجريدة امرأة اليوم المصرية صحيح كده اي اخبار حضرتك الحمد لله كل تمام ازايك يا استدعوة صباح الفل عليك صباح الخير اخبارك ايه الحمد لله بخير اه مش عرفانو النهاردة وحبين ندرد شوية مع بعض في اخر الاحداث والمسجدات اللي حصلة كده على الساعة في الفترة الاخيرة بس خلينا قبل ما نبدأ اه درداشة كنا حبين نتكلم في نقطة معنا قبل الفاصل انا كنت بتكلم مع السادة مشاهدين في نقطة العنصرية والنقد على الفادي وعالمرياني انا بنقضك سواء انتي تستهلي النقد ده او ما تستهليش النقد ده حد كويس حد وحش تصرفات غير تصرفات المهم فيه نقد وفيه عنصرية وفيه على طول بنتكلم 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 على طول امتدادا بقى للنقطة دي انا كنت حابب بتكلم معاكي في موضوع الخصوصية التدخل في خصوصيات الناس والتدخل في الامور الشخصية للناس ده ده نبع من ايه او صفة او يعني تشخصها ايه هقولك بعض التفسيرات النفسية العلمية قالت ان الشخص اللي بتدخل في شؤون في شؤون الناس وفي حياتهم دون اذن منهم بيعتبر غير سوي نفسيا وبيحاول ان هو يخفف حدة حدة بيحاول ان هو يخفف حدة الوقت النفسية دي بيبقى فيه حاجة في نفسيته بيحاول ان هو يخففها في التطفل على حياته نقص يعني حاجة في نفسيته مشكلة نفسية كبيرة في نفسيته فبيحاول ان هو يحد منها عن طريق التطفل على حياة الناس وتوجهاته ليهم كمان زي مثلا هتلاقي ان فلان شخص ده كويس جدا حب مثلا واحدة وتجوزها حبها على ايه اتجوزها ليه علشان خاطر ايه كده يعني بيدخلوا في خصوصيات دقيقة جدا ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها طيب بجد احنا نفسنا نعيش ان احنا في مجتمع نحيا في مجتمع سليم سليم ومتزن متزن اجتماعي منحل اجتماعي متزن اجتماعي هي متيالي النقطة دي ليها 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 متعلقة بالسيكولوجيا شوية يعني ليها جانب نفس كبير اه فعشان كده احنا لازم نغرز الحاجات دي في اطفالنا من من الصغر وفي ضمائرنا ان تدخل في شؤون الاخرين تدخل في شؤون الاخرين بدون اذن منهم طبعا لازم يعتبر ان ده حاجة غلط جدا خطيئة ولازم يعني فعلا فعلا بجد لازم يعني ان احنا نحاول ان الحاجة تدخل في شؤون الاخرين دي لازم بجد ان احنا يعني نعرف الناس ان يدي حاجة يعني بشعة جدا ما ينفعش ان احنا نقتحم خصوصيات الناس بطريقة دي انا 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 شايف ان هو تدخل بازن او بغير اذن ده ما ينفعش اختحم الخصوصيات بقى شيء طبيعي حقيقي حقيقي جدا عادي حقيقي يعني عادي اعرف تلاقي في بعض بجد بتبقى حاجة مؤذية جدا لما تلاقي فعلا في ناس تعيسة ومحبطة جدا علشان بس درجة ان هما بس بيفكروا في كلام الناس يعني خايفين من كلام الناس ويهمزهم ولمزهم خايفين ان هما يقدروا يعملوا اي خطوة في مصير حياتهم وكمان قررت واتخذ قررت بتعوك ساعدتهم عشان كلم الناس يعني مثلا تلاقي فلان مش عايز يتجاوز فلانا علشان كلام الناس واحد عايز يغير وظيفته ويروح وظيفة تانية بيحبها او مهنة تانية علشان خايف من كلام الناس في كمان يعني مثلا واحد عايز تطلق وخايفة من كلام الناس فتلاقي فعلا يعني خايفين جدا من كلام الناس وعلى طول حطينه في دمخهم وخايفين منه احنا لازم طب انت يا حضرتك كصحفية اتعرضت المواقف قبل كده انا لما بتعرض للمواقف اللي زي دي انا بحاول ان انا لسه اللي بيدخل في شؤون الناس ده انسان مستوي فانا عارفة انا بتعامل مع مين فده هو انسان مستوي فانا مش هتجنبه يعني عشان احنا نتجنب حاجة زي كده المفروض احدد المشاهد كده او المواطن او انا او انت او اي حد المفروض ان انا احدد الناس اللي اتعامل معها الشرايح هنا اللي اتعامل معها غصبا عنك عشان ما تعرضش يعني الحاجة زي كده لا هو غصبا عنك ممكن مهنتك خليك تتعرض لكافة شرايح المجتمع دي حاجة تبقى خرج عن ارادتك فانت لازم تكون انت اللي تحدد وانت اللي تسيطر في شخصيتك انت ما تخليش حد يمشي لك حياتك على هواء او على مبادئه هو بالضبط ما فعش يفرد شخصيته انت اللي ترسل مصار حياتك المفروض انت اللي ترسل مصار حياتك المفروض حياتنا بتخصنا اختياراتنا بتخصنا ما نخليش حد هو اللي يشكلها لنا يبقى متحكم فيها متحكم فيها انا احب اللي انا عايزه اقرح اللي انا عايزه عيش مع اللي انا عايزه بالضبط افارق اللي انا عايزه وفي الاخر يعني اللي ما بيعملش اللي حضرك بتقول عليه ده نقدر نقول عليه فيه شوية سلبية او استسلام يعني اكيد اكيد طبعا هو دي دراسات دراسات اتعملت ان الشخص اللي بتدقل في شؤون الاخرين ده بيكون غير سوي نفسينا او فيه حاجة في نفسيته كبيرة هي اللي بتعمل كده لا كمان وفيه عامل علي انا انا اللي سمحت ان حد يدخل ويحرك حياتي بالضبط بالضبط فعلا هي دي الفكرة حقيقي فعلا بس انت خصبا عنك بردك انت ممكن تتعرض بردك لناس في في الشغل في البيئة اللي حواليك فبتكبرهم منهم هتخصب بس انت اللي لازم تعمل تعمل الستوب ده او اللي انت لازم تعمل الحدود دي صحة الله ينور علي خلينا يدخل على طول كده في الاخر الاخبار عندنا اخبار ايه النهاردة اه اخر الاخبار النهاردة طيب اه عندنا النهاردة اه اه الصحة تعلن تسجير ستمية وتمين حالة ايجابية اه وتسعة واربعين حالة وفاة جديدة ده الكلام ده تهالي البعدة النزل كده اه تقريبا الحمد لله الحمد لله اه وزبط الصحة تناشد المواطنين اه المترددين على المولاد بارتداء الكمامة واتخاذ الاجراءات الاحترازية والكحول والجل وكده على طول يعني تامي كمان في حاجة حلوة جدا اه يتبقى 78 يوم على شهر رمضان المبارك كل سنة طيبين كل سنة ومشاهدين بخير وطيبين ان شاء الله التعليم العالي بيؤكد على اعتماد جداول امتحانات الجامعة اول شهر فبراير حلو والسنوية العامة تستقبل استماراتي للشهر المجبل استمارات السنوية العامة للشهر المجبل حلو ان شاء الله خير اه في خبر تاني بيؤكد ان وزارة الزراعة بتؤكد عن الاكتفاء الزاتي للحوم وصل بالنسبة 57% كويس كمان وزير الزراعة يؤكد على تطوير البحيرات لزيادة الانتاج السمكي وان افتتاح مشروع الفيروس اللي افتتحه مبارح اه بالامس الرئيس السيسي وصفه بانه نقلة اه نقلة حضرية حلو جدا دي تعتبر اخر المستجدد في الاخبار وبالخبر الاخير لحضرتك اه قلتهن ده بنقدر نخلص فقراتنا في السريع معاك كده ونقول لك صباح الفل صباح النورية صباح الاخبار الجميلة صباح النورية وان شاء الله بيزن الله ومتواجد معانا بشكل مستمر تسلم يا رب تسلم بنشكر لأستاذة هيبة حسين شكرا وعلى أمل في التواصل مرة تانية ان شاء الله هنطلع فاصل بسرعة ونرجع عشان نكمل فقراتنا نخلكم معنا شكرا